تعالى بقى نروح على مسألة تعزيز العمل الاهلي تعزيز العمل الاهلي وحرية تداول المعلومات وانا احط ببين قصين وسرية ايضا هذه المعلومات طبعا طبعا تشوفها ازاي خليني اكلمك حضرتك على المجتمع المدني في البداية المجتمع المدني كان بينظمه القانون الذي ينظم العمل الاهلي صدر فيه 2002 ثم صدر قانون اخر سنة 2017 ثم صدر قانون اخر سنة 2019 حيل طول الوقت بيبقى فيه مراجعات دورية حوالين القوانين قانون 2017 كان فيه كثير من الامور محل النقض من العملين في المجتمع المدني وبالتالي تم تعديل هذا القانون وتغييره كلية سنة 2019 وهو القانون الحالي فبالتالي فيه طول الوقت مطالبات حوالين بعض الاجراءات المتعلقة بهذا القانون وفتح مساحات اوسع ليه العمل الاهلي في تأدير العمل الاهلي في مصر شاف طفرة سنة 2022 باعلان ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني ففي التوقيت الحالي هذا القانون يافي كان فيه بعض المطالبات في توقيت معين متعلقة بالمجتمع الاهلي بمسألة صعوبات في مسألة توفيق الاوضاع واحنا تصدينا لهذا الامر في التنسيقية وتقدمنا باقتراح برغبة في مجلس الشيوخ استجابة وزارة التضامن وتم مد فترة توفيق الاوضاع لكن اكيد البعض بيبقى عندهم بعض الامور بعض التخوفات بعض الضوابط بعض المحددات فده اللي احنا هنسمعه في جلسة العمل الاهلي موضوع تداول المعلومات هو موضوع مختلف عن موضوع المجتمع الاهلي موضوع تداول المعلومات 2014 صدرت المادة 68 من الدستور بتضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بتداول المعلومات وفي حقيقة الامر ده استحقاق دستوري وفقاً للمادة 68 من الدستور استحقاق وفقاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استحقاق يعني في حالة تواجده هيحقق مكاسب ضخمة وسعيد جداً بالمسألة دية المتعلقة ان الموضوع لازم يبقى بضوابط لازم لازم لان في عندي معلومات مفترض انها سرية بل تبقى سرية يعني كل ما هو متعلق على سبيل المثال وده في الدنيا معلومات متعلقة بالجيوش وأعدادها أو في بعض الأحوال متعلقة بأعدادها وعتادها وأنواع التسليح الكلام ده ما فيهوش هزار ولا يتم تداوله بل ان هناك بعض المعلومات المتعلقة بالميزانيات الخاصة بالجيوش وبتروح فين وبنعمل بها ايه وبنشتري منين وبنشتري ايه وأحجام الزخيرة اللي عندي أحجام الأسلحة أنواعها أعدادة إلى آخره برضو في دول كتير جداً بتبقى فيه سرية تامة ولا يتم الحديث عنها على الإطلاق لا تلفزيون ولا راديو ولا جورنال ولا حتى داخل المجالس النيابية المنتخبة انتخاب واضح لكن بيبقى فيه إطار شديد الضيق وشديد المحدودية ما بنقولش إنها بتبقى بس يعني محدش عارف أنا حاجة لكن شديدة الضيق شديدة المحدودية إحنا في مصر حصل شيء من السيولة وترك الأمر كده لفترة من الفترة كانت من 11 لحد 13-14 وأظن وجود الضوابط شيء مهم وخصوصاً في ظن المعلومات الحساسة يعني أنا متفق مع حضرتك تماماً في هذا الرأي وبالأزيدك كمان كل ما يمس من معلومات الأمن القومي بمفهوم الواسع خب الحضرتك خطين تحت مفهوم الواسع مفهوم الواسع أمني عسكي سياسي اقتصادي لأن دي مفاهيم للأمن القومي طبعاً دي معلومات ذات طبيعة خاصة في كل دول العالم بيبقى فيه ضوابط لتداولها وكذا فبالتالي القانون ده هام لكن لا يجب أن يكون باباً خلفياً أيوة تمام؟ لإفشاء المعلومات المتعلقة مثلاً بالأمن القومي هذا القانون مهم لكنه ما ينفعش يكون باباً خلفياً للتحايل على قانون حماية البيانات الشخصية طبعاً هذا القانون هام لكنه لا يجب أن يكون باباً خلفياً ليه يعني عرقلة سير التحقيقات لأن في بعض التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وتضع فيها مجموعة من الضوابط حوالين المعلومات التي بيتم تداولها فيها أثناء سير التحقيقات دي ضوابط بالمناسبة دولية مش ضوابط محلية مش اخترعان تمام؟ فبالتالي فيه مجموعة من الضوابط ما تكونش برضو لازم برضو حماية النزعات الفائدية عشان ما يتمش استخدامها بشكل أو بآخر في الأمور التجارية والاستهلاكية وكذا فيه عدد من الضوابط لازم تكون محددة وما يكونش هذا القانون باباً خلفياً للتحايل عليها فبالتالي فيه مجموعة من المحددات هذا القانون هام نعم هذا القانون هام هذا القانون استحقاقاً دستورياً هذا القانون يجب أن يكون له محددات عشان تقدر تستفيد من المزايا المزايا هو تخفيض فكرة الشائعات ومحاربتها لأن الجهات الرسمية بتفسح عن البيانات والمعلومات من خلال أو من تلقاء نفسها لكن يجب أن تصنف تلك المعلومات وده والتصنيف موجود في العالم كله حسب طبيعتها وحساسيتها وكذا فبالتالي بتكتشف أن حضرتك قدام مجموعة من الأمور لو اتخذت مبدأ قومية التشريع يجب أن تأخذ بتلك المعايير والضوابط اللي هي موجودة في العالم كله مش هتبقى اخترار ترجمة نانسي قنقر